أن أعلام الإمارات كان متزناً وواقعياً في العالم وهذه ليست أول مرة في التعامل والتعاطي مع مثل هذه المشاركة سواء كانت منتخبات أو أندية وهذا شيء يعني أبو حمد أنت واحد من المعاصرين للي شهدت الكثير من المشاركات والبطولات والاستحقاقات آسيوية قارية دولية هذا ليس بغريب عليه الإماراتي وأنا أعتقد أن خاصة الآن نتكلم عن مشاركة العين ووصولها إلى هذه المرحلة بالفعل واحد سألني لما زادت هناك في المملكة العربية السعودية الشقيقة وجدنا الإعلاميين التعاطي بطريقة غير مهنية قال لي واحد من أخواننا الإماراتيين قال لي يا أحمد لماذا أنتم تطلعون تسوون مثلهم أو لماذا تردون لا ويحفز هذا ليس تحفيز هذا أراهنك أن في المباراة القدم بيكون ضغط على الهلاء صحيح جماعتنا الحمد لله راحة لعبة العين وإدارة العين رايحين وهم متفرغين للعب في الملعب ما اهتم بالبراع ولا أيضا نحن كأعلام سواء مرئ أو مقروع تعاطينا بشكل كبير مع المباراة هذه كرة قدم وهذه مباراة صحيح الهدف نهائي آسيا ولكن إذا تحقق هذا الهدف أحلا وسهلا وإن شاء الله الهدف هو تحقيق الكاس حصلت أي نتيجة سلبية لا سمح الله في المباراة كلنا فخر بما قدمه العين هذا لي كنا أن العين كلنا فخر بما قدمه في المشوارة حتى الوصول إلى هذه المرحلة فلذلك دخلوا اللاعبين أبو حمد وهم بأرياحية جيدة لأن تفرقوا فقط للملعب فرقوا فقط في رد اعتبار ألا ما سمعوه في الإعلام المواجهة لذلك هذا الكلام الذي حصل لذلك الحمد لله تعاطينا نحن كأعلام إماراتي وأنت واحد منهم وشهدت الكثير الحمد لله هذا تعاطينا الجميل على العكس تماما ما حدث في المملكة العربية السعودية وكل الاحترام لبعض الأسماء كان هناك تعاطي مبالغ فيه لماذا أبو حمد؟ لأن بعض الإعلاميين فقط يبحث عن المتابعات فقط يريد أن يدخل في أي أكشن لكي يفعل متابعات لكي يفعل ردودة فعالة لا نحن تعاطينا لله الحمد ليس بهذه الطريقة تعاطينا فقط لمصلحة أهم وأسمى وهي وصول فريقنا سواء العين أو حتى منتخباتنا للمشارك